ماجين ماركل ليست الامريكية الاولى التي تنضم الى طبقة النبلاء بعد زواجها من الامير هيري الشهر الجاري سبقتها قائمة مميزة من الامريكيات التي اصبحن جزءا من عائلات مالكة على مدار السنين بعض تلك القصص الغرامية توجد بالزواج لكن لم يكتب لها النجاح وبعضها انتهى نهايات حزينة نجمة هولود غريس كيلي اصبحت اميرة موناكو بعد زواجها عام 1956 من الامير رينيا الثالث الا ان طريقها لم يكن سهلا فالاميرة درست كثيرا لتخطي الحواجز الثقافية في بلدها الجديد واتقنت اللغة الفرنسية كي تستطيع دخول قلوب افراد العائلة المالكة وعامة الشعب وهذا ما حصل زواج الامريكي المطلقة ووليس سيمسون من ملك بريطانيا ادوارد الثامن يعتبر اقل نجاحا كلفه هذا الزواج التخلي عن العرش عام 1936 من الامثلة الاخرى نور ملكة الاردن السابقة تزوجها الملك حسين عام 1978 حتى وفاته عام 1999 اما زواج الممثلة الامريكية ريتهوارث من الامير باكستاني علي خان عام 1949 فلم يكتب له ان يدوم طويلا وانتهت علاقتهما بالطلاق عام 1953 ايضا من القائمة الامريكية لي ريتزفيل شقيقة السيدة الاولى السابقة جاكلين كندي تزوجت الامير البولندي ستانيسلاف ريتزفيل عام 1959 ثم كان الطلاق بعد علاقة دامت 15 عاما